لأن هذا السلوك أنا أعتبر سلوك إجرامي منعزل لا علاقة له لا بجماهير الوداد ولا بمن يحب الخير للبلاد أنا أعتبر ما وقع لجماهير التراجي التونسي وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء هو سلوك أعزل وأقول للمسؤولين سواء عن الويكل أو عن منع التنقل المغرب مقبل على مجموعة من الاستحكاكات الرياضية ودور الجمهور فاعل في هذه الاستحكاكات الرياضية والعلاقة التي يجب أن تكون بينكم وبين الجمهور هي علاقة تفاعل إيجابي وليس علاقة حرب باردة ديث وللتعليق حول تلك الأحداث أقول للمعزيزي إليك أنا موقفي واضح من كل أشكال العنف أنا أدينه أستنكره بل ألا أقبل به إطلاقا وخاصة في بلد معروف بسلمه وبأسلامته أيضا وبتعايشه وبقبوله للآخرين مهما اختلفت دياناتهم وثقابتهم وعادتهم فبالأحرى أن يكون مع أشكاء التونسيين أنا أعتبر هذا السلوك وسلوك أعزل أولا وسلوك لا يمكن أن ينطبق أو أن نعممه على جماهير الودادة الرياضي هذا من جهة من جهة تانية أنا أقول بأن التعريف للجمهور هو حينما يكون داخل الملعب أو بمحوط الملعب أما حينما يكون داخل المدينة أو خارج المدينة أو في ضواحي المدينة فأنا أعتبره سلوك إجرامي وبالتالي أن هذا السلوك أنا أعتبره سلوك إجرامي منعزل لا علاقة لأولا بجماهير الوداد ولا بمن يحب الخير للبلاد ولا بمن يحب هذا الوطن وبالتالي مرة أخرى أجدد استنكاري وأيضا تنديد بكل هذه السلوك السلوك اللامس أولى السلوك الطائشة السلوك الإجرامي التي وقعت لأشقاء التونسيين ولماذا أبدأ بالأستاذ محمد المغودي لأعني لأني أعرف جيدا موقف الأستاذ محمد المغودي نعرف جيدا أنه سيندد بهذا ونعرف جيدا أنه ممكن سينتص غضب جماهير الترجل ياثي التونسي وتقريبا اعتذار واضح من الأستاذ محمد المغودي لهذا خيرت أن أبدأ بالأستاذ محمد المغودي لأنه الفكرة واضحة وأعرف جيدا كيف يفكر نقدنا الرياضي المتألق والمتميز في البداية يجب أن أشكر الأستاذ محمد المغودي على موقفه النبيل وبالتالي يعني هذه حاجات توقع وتصير في كورة القدم لكن نتجاوزوها بحكم العلاقات الأخوية الكبيرة بين الشعب التونسي والمغربي الآن ما هو المطلوب ما هو المطلوب حتى تدور مباراة الإياب في أفضل الظروف إن صح التعبير والله عزيزي هيكل أنا لسا لدي تخوف لأنه ليس كل ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي فهو فاعل أساسي في أي رفعل أو رضي فعل لأن جماهير التراجئ التونسي استقبلت استقبالا جميلا ونضمت أيضا بشكل جميل أيضا داخل الملعب ولم تتلقى أي إشارة أو أي قول أو أي شعار مسئل من طرف جماهير الوداد أنا أعتبر مواقع لجماهير التراجئ التونسي وهي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء هو سلوك أعزل أنا شخصيا أبرئ منه جمهور الوداد الرياضي لأن ليس كل ما يقام أو فعلا يكون خارج الملعب بعيدا عن الملعب لا يمكن نهائيا أن ننسبه لأي جمهور وأيضا عندي ثقة كبيرة جدا في أشقاء التونسيين أنهم سيتعاملون أيضا بنطجين وأيضا بكل ما تحمل الكلمة من حسن الضيافة وكرمين أيضا مع أشقائهم الودادين ما وقع في 2019 كان مع الحكم وليس مع التراجئ أقول لجماهير الوداد الرياضي ما وقع كان مع الحكم وليس مع التراجئ وليس مع جماهير التراجئ وأقول أيضا لجماهير التراجئ بتونس ما وقع بالدار البيضاء لا علاقة له بجماهير الوداد الرياضي والدليل هو أن جماهير التراجئ كانت في الملعب وداخل المدرجات كانت في استقبال ممتاز لا من طرف لجال الأعمال ولا من طرف اللجنة التنظيمية ولا من طرف جماهير الوداد الرياضي وبالتالي لا يجب أن نعطي لكل هذه التفاعلات خاصة لبعض المراهقين وبعض المتعصبين قيمتها علاقة بين المغرب العلاقة بين المغرب وبين تونس علاقة قوية الوينيرز أنا أعتقد بأن الوينيرز هي قادرة على التعطير قادرة على حماية جماهرها قادرة أيضا على تعطير جماهرها سواء في اتجاه تونس أو من داخل تونس إلى الملعب وأعتقد أيضا وأثق حتى في رجال الأمن بتونس بأن الأمور ستكون على خير وأتمنى أن تكون المقابلة داخل على أرضية الملعب وليس خارجة والله عزيزي هيكل أنا شخصيا تبعت الكثير من اللقاءات أنا لا أعتقد أن هناك الكثير من الاحتجاجات والكثير من العتام على التحكيم الإفريقي في هذه المقابلات حتى في اللقاء الأمس بين الفريق الوداد الرياضي وفريق التراجع التونسي الطاقم التحكيم كان مميزا وممتازا ولكن دعني يا عزيزي هيكل أستغل هذه الفرصة أيضا وأوجه رسالة أخرى لو سامحت في لقاء الوداد وفي لقاء الوداد واللقاء الترجي فالجمهور الوداد الرياضي كان رائعا أعتقد أنه استفاد من خطأ لقاء الوداد والأهل المصري العام الماضي وكل الاحتفالات كانت في بداية اللقاء بمعنى أنه احتفل في بداية اللقاء وشجع الفريق طيلة اللقاء أعتقد أن هذا يسمى نقدا ذاتيا وكان مميزا فيه جمهور فريق الوداد الرياضي ذلك الاحتفال وتلك الروح والدفء والحيوية بمدرجات الوداد أصبحنا نعيش بالمقابل مثل هذا نعيش بؤسا في المجموعة من المدرجات للملاعب الرياضية المغربية إما بقرار الويكلو وإما بقرار منع التنقل وأقول للمسؤولين سواء عن الويكلو أو عن منع التنقل المغرب مقبل على مجموعة من الاستحكاكات الرياضية ودور الجمهور فاعل في هذه الاستحكاكات الرياضية والعلاقة التي يجب أن تكون بينكم وبين الجمهور هي علاقة تفاعل إيجابي وليس علاقة حرب باردة لذلك فأنا لا أرى مانع من المسؤولين عن كرة القدم الوطنية القيام بيوم دراسي للوصول أو للخروج بمجموعة من التوصيات للخروج من هذه الحرب الباردة لا قيمة لكرة القدم الوطنية بدون مدرجات أقول هو بشجاع الوحيد الذي تطور وساير هذا التفاعل الكبير في كرة القدم الوطنية هي المدرجات أكثر من المسيرين أفضل من المدربين أفضل من الإعلاميين وأفضل من اللاعبين ارحموا هذه المدرجات ارحموا هذه الجماهير صحيح أن داخل الجماهير المغربية يجب أن يكون هناك مجهود للتأطير ولحماية داخلها أيضا من بعض حامل الفكرة الإجرامي حامل فكرة التعصب ولكن جماهير المغرب أبانت في الكثير من المحطات عن وطنيتها عن حبها وعن تفاعلها وعن تقديرها لكرة القدم المغربية ولذلك أنا أطلب يوم دراسي بعيدا عن هذه الحرب الباردة نفضل الجماهير على المسيرين الحاليين نفضل الجماهير على الأندية الحالية وأفضل الجماهير على الإعلام الحالي الرسالة وصلت أستاذ محمد المغودي أو عندك رسالة أسبوعية الآن مش نعمل فقرة لأستاذ محمد المغودي نسميها رسالة أسبوعية للمسؤولين المغربة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر